يورو 2024 شهد تصديات خرافية في لقاءة دور الستة عشر حارس تركيا صاحب أبرز تصد وتم وصفه بالخرافية مانويل نوير ينقذ ألمانيا أمام الدنمارك ودون روما يحفظ ماء وجه إيطاليا بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 والتي تقام في ألمانيا ووصلت إلى دور الثمانية شهدت العديد من التصديات الرائعة التي قام بها حراس المرمى لينقذ شباك منتخباتهم من تلقي أهداف مباراة تركيا والنمسا في ختام لقاءات دور الستة عشر في كأس الأمم الأوروبية شهدت أحد أهم التصديات في النسخة الحالية حيث أنقذ حارس مرمى تركيا ميرت جونوك هدف تعادل قاتل للنمسا وكان ذلك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لمباراة الفريقين في ختام دور الستة عشر كرة عرضية وصلت داخل منطقة جزاء تركيا حولها كريستوف برأسه صوب المرمى لكن الحارس قام بتصد خارق وبفضل هذا التصدي فاز منتخب تركيا اثنين مقابل هدف ليضرب موعدا في ربع نهائي مع منتخب هولندا يوم السبت القادم وقبل لقاء تركيا والنمسا شهدت نسخة 2024 من اليورو العديد من التصديات المثلة في دور ثمن النهائية لكن تصدي جونوك يستحق الانفراد بالقمة بين أفضل خمس تصديات في هذا الدورة والذي تحدث عنهم موقع العين الرياضية ومن بين التصديات أيضا تصدي مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا لانفراد مباشر في الشوط الأول للقاء بلاده مع الدنمارك بعد أن وصلت الكرة في هجوم مرتد للمهاجم راسموس لاعب أحفاد الفايكينغ الذي حاول رفع الكرة لوب من فوق نوير الذي وضع يده ليمنع هدفا ألمانيا نجحت بعد هذا التصدي في تسجيل هدفين في الشوط الثاني للمواجهة والتفوق على رفاق كاسبرش مايكل لتلتقي مع إسبانيا في افتتاح ربع النهائي يوم الجمعة القادم ورغم استقبال مرمى دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا هدفين من سويسرا في افتتاح ثمن مباريات النهائي لكنه نجح في الدفاع عن مرماه ببسالة حتى لا ترتفع النتيجة دوناروما أنقذ ركلة حرة مباشرة من فيبان رايدر لاعب المنتخب السويسري قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول حاول من خلالها اللاعب خداع حامي عارين فريق باريس سانجرمن والمنتخب الإيطالي لأن الكرة كانت من على الطرف الأيمن ولم يكن متوقعا أن تسدد مباشرة نحو المرمى وكاد الهدف أن يعزز تفوق سويسرا إلى هدفين مقابل لا شيء قبل نهاية الشوط الأول وهي النتيجة التي انتهت بها المواجهة في النهاية والحارس البرتغالي ديجو كوستا وبعيدا عن تألقه في ركلات الترجيح ضد سلوفينيا فإن حارس البرتغال نجح في تقديم أحد أفضل التصديات في ثمن النهائي حيث كادت سلوفينيا عبر المهاجم بنيامين سيسكو أن تسجل من هجوم مرتد بعد خطأ بيبي المدافع الأكبر سنا في تاريخ اليورو ووصلت الكرة السيسكو في انفراد تام لكن قدم كوستا كانت بالمرصاد لتبكى البرتغال في اليورو ونجح بعدها كوستا في التصدي لثلاث ركلات ترجيح وقيادة البرتغال لربع نهاء اليورو 2024 ومواجهة منتخب فرنسا كما تصدى حارس مرمى منتخب جورجيا لهجمات وانفرادات إسبانية خطيرة جدا رغم السقوط بأربعة أهداف مقابل هدف أمام اللاروخة بثمن النهائي ورغم أن جورجيا كانت صاحبة أسوأ دفاعات ثمن النهائي لكن الحارس نجح في وضع بصمة قوية وكان لامينيا مالا الجناح الموهوب لمنتخب إسبانيا أن يضيف رابع أهداف لاروخة وهدفه الأول في اليورو قبل ثمان دقائق من نهاية المواجهة لكن الحارس كان بالمرصاد وتصدى بصدره لتزديدة موهبة برشلون الصاعدة في إنقاذ الرائع اشتركوا في القناة